يا أيها الذين آمنوا كعوا اسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون فيديو جديد بنزله وأهلا وسهلا فيكم جميعا ومكملين فيديوهاتنا من إجازتنا يلي قضيناها بمصر مثل ما انتبهتم ببداية الفيديو كان طريقنا من عند دوار التحرير هذا الدوار تقريبا عم بتشوفوا بأغلب الفيديوهات تبعية مصر لأنه طريقنا بيكون دائما من هذا المكان بفيديو اليوم رايحين على مكان ترفيهي للأطفال طبعا هو للعائلات مو بس للأطفال بس بما أنه موجود في مسابح وألعاب للأطفال فحبينا ناخد الولاد عليه لحتى يغيروا جو وينبسطوا بهذا المكان طبعا احنا أغلب الأماكن اللي عم نروح عليها بمصر عم بتكون نصيحة من أشخاص من قابلهن مثل هذا المكان اللي رايحين عليها الآن اسمه الريف العربي مكان كتير حلو فيه مسابح وفيه ألعاب للأطفال وفيه مطعم هو كتير مكان حلو وهذا المكان نصيحة من كمان شوفير تاكسي طلعنا معه كان شخص كتير حباب وكتير لطيف ومن ضمن الحديث عارف انه نحن حابين نروح على أماكن لترفيه الأطفال فدلنا على هذا المكان واتفقنا نحن ويا من قبل بيوم انه ياخدنا على هذا المكان تاني يوم وفعلا تاني يوم التقينا فيه ووصلنا على هذا المكان اللي اسمه الريف العربي وبنت الما شفته أول ما دخلنا على المكان كان فيه أول شي غرفة على اليمين عاملينها مصلة وبعدين هون كان فيه هون هاي الممثلة بتذكر اسمها فاطم عيد كان العالم كلية هون عم بيتصوروا معها فأول ما وصلنا شفنا العالم عم بيتصوروا بصراحة أنا ما بعرفها مع احترامي إلها طبعا بس أنا ما بعرفها فالزلمة هو حكى أنه هاي الممثلة فاطم عيد تصوروا معها إذا بتحبوا وفعلا تصورنا معها ودخلنا لجوه وأول ما دخلنا لجوه لقينا هاي الطاولة وعم ببيعوا عليها عسل طبعا فيه له عدة ألوان وعدة أنواع ما بعرف نحنا بصراحة ما اشترينا منه بس أنا حبيت تصور لكم يا بعدين كان فيه طابق فوق طلعنا عليه هاد المكان كان كلياته كراسي وطاولات طبعا بتحسوها كلياتها موديل قديم يعني فأخذ طابع قديم هون كان فيه ناس عم ترتاح وناس عم بتغني وناس عم تستنى دورها وناس عم بتتغدى يعني كل واحد عم يعمل شي يلي بيمبسط فيه ويلي بيريحه بهذا المكان بصراحة هو مكان كتير مريح والاطلالة فيه كتير حلوة شايفين حتى الشباك موديله هيك كتير بتحسوه أسري وقديم والاطلالة من هون كلياته كان فيه شجر نخيل ومثل الواحات يعني المكان عن جد أنا كتير بنصحي اللي بيروحها مصر ياخدوا أولاده عليه لأنه المكان كتير حلو وكلياته عوائل يعني ما رح تشوفوا شي ما بيعجبكم يعني كل الشغلات الموجودة كتير حلوة هون كنا عم نستنى دورنا لأنه ما كان فيه مكان بالمسبح لحتى ينزلوا الولاد يسبحوا فاستنينا دورنا هيك لحتى فضي محل ونزلنا لتحت لحتى نشوف المكان اللي لازم يسبحوا فيه الأطفال لأنه فيه مسابح كبيرة للعائلات وفيه مسابح صغيرة للأطفال أول ما نزلنا هيك كان فيه كمان هاد المكان هو ببيع عطورات وبخورات وهيك شغلات يعني فأخدت منه إذن مشان صور وحكالي إنه صوري اللي بدك يا فصورت لكم يا هيك فيديو على السريع لحتى تشوفوا الشغلات اللي كان حاططها كمان هي الروائح الموجودة عنده كتير حلوة وفي عنده كمان مباخر فيه مباخر عادية وفيه مباخر كهربائية وأسعاره على فكرة يعني كتير حلوة ما عنده أسعار غالية يعني هو بالعادة هيك شغلات لما بتكون تمباع بغير أماكنها الأصلية بتكون أسعارها غالية بس الأسعار عنده كتير عادية يعني وبعد ما صورت لكم عنده رجعت طلعت لفوق لحتى صور لكم المسابح يلي تحت آآ هون طبعا أنا أخدت التشوير بعيد مشان ما يبينوا العالم بوضوح لأنه متل ما بتعرفوا يعني هون أنا ما فيني أخذ ايزين كل واحد موجود وأحكي له أنه أنا بدي يصور بدي نازل على اليوتيوب آآ هيك بيكون الموضوع كتير صعب يعني وبنفس الوقت كمان ما فيني ظل آآ غبش الوجوه وهيك لأنه كمان بتأثر على الفيديو وما رح يطلع الفيديو حلول هيك طلعت لفوق مرة تانية وصورت لكم الاطلالة هيك بشكل عام من فوق على المسابح وأول شي قبل ما ناخد الولاد يسبحوا رحنا على المحل يلي ببيع لوازم السباحة طبعا هون بتلاقوا محلات ببيعوا لوازم السباحة مناه شو في اللي بتكن اياه فاشترينا دولاب السباحة لابني الصغير وبعدين أخذناهم ليسبحوا وتعرفوا الولاد يعني بياخدوا وقت طويل لحتى يختاروا هون تقريبا ضلينا شي ربع ساعة أو تلت ساعة لحتى اختار الدولاب يلي عجبوا آخر شي عجبوا دولابه وبيصير بنفس الوقت مثل الكرسي عشاك البطة فاخدنا له اياه وبعدين راحوا ليسبحوا والولاد كانوا كتير مبسوطين ومتحمسين لحتى ينزلوا بالمي ويسبحوا ويلعبوا لانه كان الجو كتير شوب فكتير يعني مناسب هاد الجو للسباحة متل المشايفين بالفيديو كان ما شاء الله كتير كتير زحمة والعالم يعني كلياتها بتشوفوهن مبسوطين والولاد فرحانين وعم يلعبوا بالمي فالمكان انا بالنسبة الي كتير عجبني وكتير حبيته وان شاء الله اذا رجعنا رحنا عمسر مرة تانية فاكيد ان شاء الله رح نرجع نزوره طبعا هم حاول قدر الامكان انه ما ركز على وجوه الناس الموجودة لحتى ما يعني يطلعوا كتير واضحين لهيك يعني بتشوفوا التسعير مو دائما بيكون بطيء مشان ما تتميز وجوه العالم بس بكل الاحوال شايفين العالم هيك شلون مبسوطين والولاد عم يلعبوا بالمي والاجواء كتير كانت حلوة وهون تركت الولاد عم يسبحوا ويلعبوا مع ابوهن وكملت لكم تصوير بالمكان طبعا هو المكان كبير مو صغير ومثل ما حكت لكم بالبداية انه في قسم لالعاب الاطفال شايفين هون كان قسم الالعاب بس بهذا الوقت كان لسه ما فتحوه باعتقد يفتح الساعة خمسة هيك باعتقد او قبل ما بعرف ازا المعلومة صحة او خطأ لانه لما فتحوه بصراحة انا ما انتبهت على الساعة اللي بيجي عهل مكان ما رح يحس بالوقت اساسا لانه رح يكون مشغول متل المو شايفين العالم بتسبح وبتغني وفي عروض كمان بيعملوها عروض راقصة وغاني وهيك شغلات فما بتحسوا ابدا بالوقت هون وبالنسبة لتذكرت الدخول السعرها مو غالي لهيك بتلاقوا العالم هون كتيرين يعني سعرها مناسب للناس وشايفين هون كنت عم صور لكم كان في واحد عم بيغني اغاني سعيدية والناس الموجودين كتير انبسطوا فيه هو كل يوم يمكن في عندهن عروض غنائية وهيك شغلات شايفين هون هاي كلياتها فرقة غاني ورقص شعبي يعني كلياته كان وبعد ما لعبوا الولاد وسبحوا وهيك ومبسطوا فاجوا ليرتاحوا وبنفس الوقت صار وقت الغدا طبعا هون اول مرة بنجرب طائر السمان عن جد طعمته كتير كتير طيبة كتير بيختلف عن طعمة الحمام وعن طعمة الفروجي عن طعمته كتير مختلفة وكتير طري وطيب شايفين هون بيجيبونا الاكل مع المنقل وحطين معه فليفلة وهيك يعني طعمته جدا طيبة وخاصة انه عبتاكلوا من المنقل وفيه كمان بيجيبو لكم مخلل ورز وطحينة وفيه هاي كمان بطاطا بتجي معها ججر وهيك شغلات جمالا الاكل بصراحة كان طعمته كتير طيبة وشي تاني انه غير الاكل الطيب الخدمة فيه كتير ممتاجة والتعامل معهم كتير كتير يعني رائع وبعد ما تغدينا الحمد لله رب العالمين مرة تانية راحوا الولاد لحتى يسبحوا طبعا هذا المسبح شايفين هون للكبار وللعائلات يعني فمو كتير بناسب الاطفال يلي يكونوا صغار وخاصة يلي لسه ما بيعرفوا يسبحوا كتير شايفين هون هدول الزحلات بيكونوا عاليات وبينزلوا بالمي فهون الطفل يلي ما بيعرف يسبح منيح الافضل انه ما بيسبح هون شايفين هون انا عم بصور للكون من فوق طلعت على الزحلاتة شوي واطقية يعني لحتى تصور للكون من فوق وهون بصراحة ولادي ما سبحوا كتير يعني لعبوا شوي وبعدين انتقلوا على مسبح الاطفال لانه هاد المسبح متل ما حقا تلكون ما بيناسب الاطفال يلي ما بيعرفوا كتير يسبحوا والمنظر من فوق كان كتير حلو يعني لدرجة بتحسوا حالكن عن جدع عايشين باجواء المسلسلات شايفين هيك المنظر نفس المناظر يلي بتطلع بالمسلسلات وخاصة المسلسلات يلي بتكون بالصعيد يعني فالاجواء كتير كتير حلوة وكمان في كان جامع كمان صورت للكون يا شايفين الجوامع هون مثل ما حكيت للكون بالفيديوهات يلي قبل بتحسوها اخذ طابع قديم ان الخطوة الاولى في سبيل خفة الروح وهناء الحياة يا صاحبي انت تخلص من الاشياء التي تشكل عبءا عليك وانت في حقيقة الامر كلفت نفسك بها واستعجلت عليها ولم يكلفك الله بها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها اماكن اشخاص علاقات مشاعر ان تهدي صمتك وطول بالك لمن يريد ان ينتصر عليك بنقاش لحظي لا فائدة وفي صمتك حكمة وفي انتصاره اللحظي سفاهة ان تهدي ابتسامتك لمن أورثك الأوجاع والهمور ولا تفكر ان تعاتب ولا تعاقب ولا ان ترد وتثبت نفسك أمامك فلولا الهواء لما كنا نهد ابتسامتنا لكل من أورثونا الهم والكمدة ولا صبرنا على الدنيا وأسهمها قبل ثياب تشق القلب والكبد الدحية نفسك بمن تحب تحلق في العوالم التي ته وتقترب من الذين يفتحون نوافذ البهشة لقلبك هذه هي الخطوة الأولى يا صاحبي وبعدين كمان صار في عرض تاني يلي هو هذا الشخص اللي بدور بالتنورة وما شاء الله يعني ظلها بدور فترة كتير طويلة والناس كتير كانت مبسوطة وهي عب تتفرج عليه وسرعت دورانه حسب الموسيقى يلي حاطيله إياها بتكون الموسيقى بطيئة بيكون هو بطيء بتكون سريعة بيصير سريع شايفين هون سرعت الموسيقى فهو كتير أسرع ما شاء الله وأكتر شيء مبسطوا عليه الأطفال لما كان عم بدور وهيك عب يدور هاي التنورة فبيكون في طفل واقف بيحطها فوقه بيدورها فالأولاد كتير مبسطوا على هاي الشغلة وبعد ما خلص هذا العرض تقريبا صارت الساعة حوالي الخامسة فالساعة خمسة بيسكروا المسابح هون صاروا يذيعوا للعالم أنه راح تسكر المسابح خلال ربع ساعة فأنه كل واحد لازم يجي طالع ولاده من المسبح وبعد ما سكرت المسابح فتحت الألعاب مثل ما قلت لكم بالبداية أنه كان في قسم للألعاب فسكرت المسابح وفتحت الألعاب وأول شي هون أول ما دخلنا على قسم الألعاب كان في مكان للأعمال اليدوية مصنوعة من الفخار شايفين هون صورتلكم يا فيه أواني فخارية في هدول الطبلات فيه جرار للمي فهون بيشتغلها قدامكن وكمان فيكن أنتو بتطلبوا منه أنه أنتو تشتغلوا القطعة فهو بيخليكن تشتغلوها وبساعدكن فيها كمان وكمان كان في قسم تاني مع قسم الألعاب وهو قسم للخيول وللجمال فيكن تجربوا لركوب الجمل أو ركوب الخيل حسب ما أنتو بتحبون ونحن بسراعة جربنا لركوب الجمل وكانت طلع على الجمل كتير حلوة والحمد لله أولادي أبدا ما خافوا من الجمل وجربوا ركوب الجمل وكتير مبسطوا والحمد لله أبدا أبدا ما خافوا منه وبعد ما لعبوا لولاد ومبسطوا والحمد لله كان اليوم كتير كتير حلو فتقريبا أغلب العالم صارت تروح على بيوتها ونحن كمان طلعنا على البيت وبعد ما قضينا يوم كتير حلو ومميز بالنسبة للأطفال وبالنسبة إنا نحن كمان وهات كان نهارنا يلي قضيناه بالريف العربي وأخذتكن معي بهذا المشوار لحتى تتفرجوا وتشوفوا الأماكن الجميلة يلي موجودة بمصر وأي حدا بيحب يجي على مصر بيكون عنده فكرة عن هدول الأماكن وهون عم نودع الريف العربي لأنه الأيام اللي ضلت معنا مو كتيرة وكان لازم نجور أماكن تانية بس إن شاء الله أكيد إذا جرنا مصر مرة تانية أكيد بإذن الله رح نجور هذا المكان وهات كان كل شي لفيديو اليوم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه وانبسطتوا فيه مثل ما نحن استمتعنا وانبسطنا وإذا وصلتوا لهذا الجزء من الفيديو بتمنى منكم ما تنسوا اللايك والاشتراك فضلا وليس أمرا ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لحتى يتسلوا فيه ويستفيدوا منه إذا حابين كمان يزوروا مصر واستنوني فيديوهات قادمة إن شاء الله لحتى تشوفوا باقي سلسلة فيديوهاتنا بمصر وشكرا كتير لكل حدا عمي يدعمني ولكل حدا بيكتب تعليق حلو مثله ترجمة نانسي قنقر